الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والطابعين بأحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون الكرام السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بحضراتكم ومازال الحديث موصولا حول هذه الأشياء التي لا بد وأن نراجعها من خلال هذا البرنامج أين أنت في رمضان تكلمنا فيما مضى عن ضبط الألفاظ الذي ينبغي أن يكون في شهر رمضان وعن ضبط الأسماع وعن ضبط الأصوات التي أمرنا بذلك كله من خلال آيات القرآن ومن خلال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وبالجملة نتكلم أيضا في هذه الدقائق في هذا اليوم المباركة في هذه الليلة المباركة نتكلم عن ضبط المجالس ضبط المجالس يعني نحن بنقول للنسان دايما يحاول هو يلتمس يلتمس أعلى درجات القبول من الله سبحانه وتعالى كان عنده تقصير في مسألة معنا في جزء معين هو ادرنا أن نحن بنحاول نقوم هذا الأمر ونعدل ونعطيه الدواء الذي أعطاه لنا النبي عليه الصلاة والسلام والذي أخذناه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ضبط المجالس أخوانا المجالس والمنتديات والأحاديث والحوارات والمرافقة في الطرقات في السفر في الكلام ده بيحصل من خلال هذه الأشياء كوارس كتيرة جدا 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 خاصة خاصة إذا كان الإنسان يعني عنده تفريط أو يتناسى أو يتناسى أنه هو في ملك بيسجل ملك بيكتب المجالس كتير من مجالسنا نرى فيها خوضا في الأعراض ونرى فيها اغتيابا للمسلمين ولغير المسلمين لا خلي بالك لا ندعي أننا يعني من طبقة أخرى غير البشر إحنا كمسلمين يعني لكن إحنا بنحمد الله سبحانه وتعالى أن رزقنا الإسلام أن رزقنا الإسلام لكن في نفس الوقت في نفس الوقت نحن المسلمين نحتاجه نحتاجه إلى هذا الدين حتى نرتقي بأنفسنا وأخلاقنا فما فيش يعني عايزة أقول إن إحنا إدنا مش فوق رقص ناس خلاص حتى ولو كانوا غير المسلمين حتى لو كانوا غير مسلمين لكن إحنا علينا أن إحنا نصلح من أنفسنا ونصلح من شؤوننا ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حذرنا حذرنا أشد الحذر من مسألة الاغتياب مسألة المجالس وما يحدث فيها من خوض في الأعراض واغتياب وشتم وسب وقذف كل المبقات قد تحدث في المجالس ورب العالمين حذرنا قال ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا يا جماعة أخوانا لا تأكلوا لحم بعضكم فإن أكل لحم للمسلم أخوانا إذا يأكل المسلم يأكل الإنسان الميتة أو الجيفة أهواً أهواً عليهم من أن يأكل لحم أخي تر جداً جداً ومصائب وحاجاته والله العظيم سنحنما يرى ويسمع نسأل الله العافوة ونسأل الله العافية ونسأل الله أن يردنا إلى الحق وإلى الرشاد وإلى الأخلاق الطيبة الأخلاق الحسنة وطبعاً ما فيش حد معصوم لا يدعي أحد العصمة ولا يدعي أحد الكمال فالكمال لله والعصمة لنبيه عليه الصلاة والسلام وذلك دائماً كن على حذر كن على حذر مجالس بعض العصرف رمضان اللي احنا بنشوفها خلاص من باب تسلية الصيام من باب تسلية الصيام من باب تفويت الوقت يا أخواننا هذا ليس تسلية للصيام هذا سل للصيام إن صح التعبير لا تقول تسلية للصيام لكن قل سل للصيام خفض لأجر الصيام أو بالأحرى قل انعدام لأجر الصيام أو قضاء على أجر وعلى درجات الصيام فمسألة إن احنا المجالس بقى وخلاص لا سيامة والنساء يعني إنها تجلس بقى بعد ما تنهي مسألة الطعام والكلام ده فتجلس مع أجراتها وطبعاً مع تقدم العلم وتقدم وسائل التواصل بقى دلوقتي بقى في نتة أو في تليفون أو الكلام ده فنبدأ بقى في مسألة ايه اللي هو الاغتياب في المجالس والكلام على الأعراض والكلام على الجيران والكلام على الزملاء والزميلات والكلام ده بقولك لا سيامة النساء يعني تجد بقى مجالس النساء يتكلموا في كل حاجة وفينا أقولك إيه يعني إحنا خلاص إحنا مش نتكلم في حد إحنا عندنا ولاية بعد ما يقطعوا في البشر تقطيع وكل واحدة تتكلم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى والكلام أيضاً على الرجال وعلى الأصدقاء والأقران والكلام فمن المعقول ومن المنطق ومن الدين ومن المفروض في رمضان طبعاً الكلام ده في رمضان وفي غير رمضان لكن أنا بحاول في هذه الثلاثين حلقة إن إحنا يعني إيه نحاول نضع أساس نمشي عليه فيما بعد أساس نمشي عليه إحنا قلنا أن الله عز وجل يعني أمرنا أن نضبط الألفاظ وأمرنا أن نضبط الأسماع وأمرنا أن نضبط الأصوات وكذلك أمرنا أن نضبط المجالس المجالس لا انظروا إلى مجالس الصحابة ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قام قرأ صورة العصر وقام الصحابة إذا قام الصحابي قرأ صورة العصر وإذا قام أحدهم قال سبحانك اللهم وبحمدك الشرع لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب لك ما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه كانت المجالس حتى لو كان وقع كلمة ولا تكلم بمسألة أو بلفظ غير مقصود فإذا قرأ سورة العصري أو قرأ هذا الكلام يغفرها الله عز وجل لو لكن مسألة تكون بدون قصد فحذاري أخوانا حذاري نحن نقع في هذا الفخ الذي يزينه الشيطان في غير رمضان وفي رمضان نقع في هذا الفخ لينقص الأجر في هذا اليوم لا أنت جلست إذا كان يعني ولو أن اغتنم كل الوقت وقت العصر الظهر الصبح بعد الفجر بعد العشاء عند وقت إلزم القرآن ولزم الذكر ولزم الدعاء فإذي فرصة لا تتعوض وقد يغفر الله عز وجل لك بسبب هذه الأيام الطيبة الموركة أيام رمضان لا تدري وهل الذي عاش لرمضان هذا هل هو ضمن أنه يعيش إلى عام قابل أو إلى حول حائل لا المسألة لا فالعاقل جماعة كما ذكرت أنه يغتنم مثل هذه الأوقات الطيبة في الكلام الطيب وفي ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الإعراض عن هذه الأشياء التي يعني لا طائلة من ورائها بل هي أشياء مضرة تضر به وتضر بمصلحته وتضر بنفسه عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى هذه الأيام أين أنت مما قلت وأين أنت من ضبط الأسماع وأين أنت من ضبط الألفاظ وأين أنت من ضبط الأصوات وأين أنت من ضبط المجالس كل هذا وغيره تكلمنا فيه ونكمل ما بدأناه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بحول الله وطوله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين